بعد طول الانتظار وعلى خطة دور الألمانية البونزليغا يستعد الدور الإسباني أو اللاليغا للعودة بعدما سمحت الحكومة الإسبانية باستئنافه وفتح البلد وأجوائه من جديد رابطة الدور الإسباني ذكرت أنها تهدف لاستئناف المباريات بداية الثاني عشر من حزيران يونيو ومع هذا الإعلان عادت الفرق إلى التدريب فها هو ناجم برشلونة ليوني المسي يداعب الكرة أثناء التمارين كما تتبارى أندي أخرى فيما بينها لاستعادة لياقتهم وكذلك التمر على ما فاتهم من تكتيكات تدريبات محاولة لاستعادة القدرة على البقاء في الملعب لمدة أكثر من 90 دقيقة إذن لعب الفرق الأسبانية يتوقون للعودة يبدو أن لاعبي نادي شبيليا أخذهم الحماس إلى أبعد من مجرد التدريب والاستعداد لخوضية المباريات فأثار التصرفات رباعي أو رباعي إشبيليا أفربانيغا، لوكس أوكامبوس، فرانكو فاسكيز و لوك ديونغ جددا بعد خرقهم القواعد التي تم إعدادها بهدف استعناف المباريات الدوري من جديد وظهر الأربعة في حفل منزلي صغير وشمس ساطعة وحرارة بلغت 37 درجة كانوا إلى جانب رفقاتهم وبالطبع هناك أصدقاء آخرين كما ترون في هذه الصورة وفي هذه الأجواء الجميلة تناولوا الطعام والشراب على طاولة واحدة دون تباعد اجتماعي كما يظهر في هذه الصورة بلغ عدد المجتمعين الملتمين المتكثفين في هذه البقعة 12 شخصا مما يخالف القانون الذي منع تجمع أكثر من عشر أشخاص في مكان واحد بحسب الصحافة الإسبانية فإن اللاعبين لم يستعتروا فحسب بقواعد التباعد الاجتماعي بل حتى أنهم دخنوا من نفس الأرقيلة من نفس الشيشة كما ترونها هنا وهذا يعني نظريا إمكانية تفشي بؤرة عدوى جديدة في الليغة الإسبانية هذه الصور أثارت غضبا من المشجعين هنا زيدون يكتب أحسب نقاط على النادي على مود يلتزم أرون يكتب في تغريدة معلقا على نفس الصورة يجب حضر الجنات أو النادي معا الدوري يجب أن يستمر وأسوار تغرد كاتبة المفروض أن هؤلاء الذين يفهموا العالم معنى القانون والنظام ماذا تفعل الناس العادية ومحظورة عندما نوجه تلك الرسائل في الوقت الممنوع فيه ذلك بسبب كورونا قليل من مراعاة مشاعر الآخرين فهم أيضا يريدون التمتع مثلهم من جهتها طبعا وجهت رابطة الدوري الإسباني خطابات عنيفة لـ 42 ناديا وشددت فيها على ضرورة الالتزام بقواعد الحجر الصحي عقب هذه الضجة وجاء كلام أيضا حيث اعترف اللاعبون الأربع بأنهم ما قاموا به كان السلوك ينوم عن عدم إحرفية وقال أبربانيغا أريد الاعتذار عن ما حدث كان لقاء عائليا بحضور الأصدقاء وكان عملا خاطئا أريد تقديم اعتذار للنادي والمشجعين والمجتمع بأسره لن أكرر ذلك أبدا نحن نريد معاودة اللاعب فقط رئيس الليغا خافير تابس قبل الاعتذار على ما يبدو وطلب من اللاعبين توخي الحذر خشتة أن تقضي تصرفاتهم على الوظائف وإسهامات كرة القدم في الاقتصاد الإسباني نحن قدوة للمجتمع ونحتاج لتوخي الحذر الشديد بشأن ما ننشره أشكر اللاعبين لاعتذارهم وأقول هذا لجميع اللاعبين لا يمكننا التصرف بهذه الطريقة فهي تهدد مجتمعنا وصناعتنا كما تعرض 187 ألف وظيفة للخطر وعليها يعتمد 1.37% من إجمالي الناتج المحلي أطلب من اللاعبين والمدربين والموظفين والمديرين أن يتصرفوا جميعا بمسؤولية شكرا لمشاهدتك تراندينج سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها